وانت بقولهم أحلى وحدة تقول مساودي وما فيش حد من بعدك يقول أي كلام قلتي لأنه كلماتك باسمك انت تقدري تقولي أي حاجة أنا يعني حبق مبسوطة وأنا بسمعك يا ربنا يخليكي ودايما نضيفة غالية على قلوبنا دايما بنحب نشوفك وبتتقالي علينا طح؟ لا والله أنا يمكن بتقل وزن بس بس بخلي بالي بحاول يعني لكن أنا ما بتقلش أبدا على جمهوري لأن أنا بحب جمهوري أنا لولا ما كنتش بقيت شرين طب غايبة عننا بقلك فترة ليه؟ مقلة شوية في الأعمال هو سؤال يعني حويت شوية مش مقلة عشان حاجة أنا شوية قديمة عندي تقاليد وتقوص كده يعني أحب لما بيتعرض علي عمل يبقى في إيدي ورق ما بحبش مثلا أدخل عمل يبقى معي خمس حلقات من تلاتين عشر من عشرين حاجات دي بحب دايما يبقى فيه ورق وأقرأ وأعلم عشان قديمة من زمان يعني المدرسة الحلوة بتاعت الزمن الجميل أو يعني المدرسة القديمة قوي دي اللي ما فيهاش الواتساب يعني ناس كتير تكلمني تقولي هنبعث لك الحلقات على الواتساب فقولوا لأ من فضلك طب أوكي ابعثها الواتساب وأنا هتبعها عشان أنا طب إحنا هنبعث الدور اللي حدق طب الدور ده يعني بالضبط كأنه أنا هيبعثولي حتة قماشة مثلا ويقولولي إيه هنبقى نحطها في أي حتة لا طبعا أنا عايزة أعرف القماشة دي كم متر والقماشة دي فيها ألوان ولا هي لون واحد يعني مثلا زي الجاكت اللطيف اللي أنت لابساه حلو جدا عليكي لازم تبقى عارفة هتلبسي على إيه يعني ممكن يجي لك الجاكت وانت مش عارفة هتحطيه على إيه فلو حطتيه على حاجة مش صح حيبقى مش مزبوط فما ينفعش يقولي هبعت لحضرتك الدور بتاعي أنا عايزة الحلقات كلها العمل متكام فطبعا ده ممكن ما بيبقاش لطيف بالنسبة لناس مؤخرا مؤخرا في الصيف طبعا للأسف يعني رفضت وانا زعلانة يعني ان انا رفضت خمس عمال او وبعدهم قعدت اكلم ربنا وقول له يا تارا انا غلط مثلا هل ده كان مفروض ما عملش كده لا انا عملت كده فطلع ان انا يعني لا انا بخلي بالي شوية زيادة على كرامتي واحترامي لنفسي واحترامي لبنتي واسرتي لانه لو ما كنتش احترم نفسي واحبها مش هلاقي اللي يحترمني مش هلاقي جمهور اللي يفضل انه يتفرج على العمل انا فيه فللأسف الشديد حضرت العمل من شهر 11 وبعدين بقى حصل فيه حاجات بعدين نبقى اولا شهر